موسيقى من فريق العمل من المخدج فرانسواز زيديو مني مسأل خير من بكركي الى كل المشاهدي الام تيفي باللبنان وبالعالم وحلق جديد بموضوعيه منذ الذاهب الاول مارون والبطيرك الاول يحن مارون كانت البطيركية المارونية حجر الزاوية وتبقى تبدلت الايام وتغيرت لكن كرسية انطاقية وسائر المشرق لم تتبدل ولم تتغير في المحطات الصعبة والحاسمة كانت حاضرة ومبادرة وفي الاستقلالين الاول والثاني لعبة بكركي الدورة الاول البطيرك مانو الصلاة بالتصفير في هذا السياق التاريخي كبير كبير عمره من عمر لبنان الكبير فهو ولد في العام 1920 مع ولادة هذا اللبنان في قصر الصنوبر في بيروت ومنذ تسعين عاما لم يفترق التوأمان منذ اعتلائه السدة البطيركية في نيسان 1986 لم يتهي بالمخاطر والمواقف الصعبة في المفاصل التاريخية الرجل الذي لا يعطي سره لأحد يعرف كيف يكون خازن الأسرار وصانع القرارات ومطلق الشرارات تسعون عاما من العمر ويزيد ستون عاما كاهنا خمسة وخمسون عاما في بكركي خمسون عاما مطرانا خمسة وعشرون عاما بطر يركن عايش عشرة رؤساء للجمهورية ورافق ثلاثة بطارقة وهو من أكثر البطارقة إسهاما في تحديد مصير لبنان من الخروج من الحرب والدخول في الطائف إلى السينودوس من أجل لبنان إلى استقبال البابة يحن بولوس الثاني إلى عبور الصحراء القاحلة في زمن الوصاية إلى نداء المطارنا الأول إلى المصلحة في الجبل فإلى ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال في هذه المحطات كلها كان مرن الصلاة بطس صفير يحفظ الجبل بل الجبال بإيمان حبة الخردل كان صوتا صارخا في عملية التغيير الهادئ البعيد من العنف ولذلك يبقى اليوم في قلب المعركة في هذا الصرح الكبير الذي أعطي مجد لبنان فأعطى مجد لبنان مصل خير سيدنا مصل خير وشكرا لإستقبالك المتفي في هذا الزمن الميلادي المقدس شكرا لك للمؤدمة الله يخليك سيدنا يمكن بدي أبدأ ندفي من أجواء هذه المقدمة يعني من العام 1956 إلى العام 2010 خمسة وخمسون عاما على وجودك في بكركي كاهنا ومطرانا وبطرياركا ماذا يعني لك ذلك يعني أن الله اختارني أن أكون في هذا الصرح البطرياركي فبدأت من البداية كاهنا ثم مطرانا ثم بطرياركا هذا إرادة الله قبلتها مع الشكر وحاولت أن أقوم بما علي من واجب وفي هذه الأعوام الطويلة ما هو الإنجاز الأهم الذي تعتبر أنك حققته ليست أنا من حقق إنما الله هو الذي يعطي القوة لأي شخص ينتدبه ليقوم بما عليه القيام به نحن في هذه البطرياركية حاولنا على قدر الإمكان أن نقوم بما علينا من واجب سواء ما خص الصرح البطرياركي فبنينا قسما منه أو ما خص بالرسالة البطرياركية فحاولنا أن نقوم بما علينا من واجب وخاصة فيما خص المواعز والكتابات وما سوى ذلك من تاريخ البطرياركية وتاريخنا الشخصي وإذا ما قمنا به ربما يكون له يكون لأتينا بعدنا بعض الفائدة وبالنسبة إلى المسيرة على الصعيد الوطني هل أنت باضٍ عنها؟ المسيرة طبعاً في هناك صعوبات كثيرة وها تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الحقبات التي مرت بها ولكن الآن البلد كل الناس يعرفون أن فيه عقبات كثيرة يجب تزليلها وهذا ليس بالأمر السهل طيب سيدنا في نقد ذاتي أو كما يقال في فعل اعتراف ولو فعل اعتراف علني لأننا نعلم أن فعل اعتراف هو السري هل أنت نادم على أمر لأنك فعلته أو على أمر لأنك لم تفعله؟ لا لست بنادم وإنما فعلت ما اعتقد أن الواجب كان يقضي علينا أن نفعله وبحسب الظروف وبحسب الأوقات مرت علينا ظروف قاسية وأنجدنا الله بأن تغلبنا عليها على كل حال سنشوف نحن وياك سيدنا قبل ما نبدأ بالحديث المتشعب سنشوف نحن وياك تقرير أول في هذا اللقاء هو بعنوان مجد لبنان عن مسيرتك طبعا مسيرتك الكهنطية وأيضا مسيرتك الوطنية هذا التقرير هو من أعداد الزميل يوسف ياسبك منتاج شرب الغريوس سليل الأوائل المؤسسين الذين لجأوا إلى المغاور والكهوف عيناه صوب السماء وقلبه على الرعية من كاهن في إحدى البلدات الكسروانية المارونية إلى سيد الصرح في بكركي ستون عاما أمضاها في خدمة الرعية خدمة للوطن 16 أيار 1986 ها هو الدخان الأبيض يتصاعد من ذاك الصرح التاريخي مبشرا بولادة بطيارك جديد سيتربع على عرش ماريوحن مارون ليتابع رسالة تلك الطائفة المؤسسة الرئيسة للكيان اللبناني موسيقى إنه مار نصر الله بطرس فاير البطيارك السادس والسبعون لإنطاكيا وسائر المشرق للطائفة المارونية منذ أن انتخب على رأس الكنيسة المارونية في سنين الحرب اللبنانية راح السيد البطيارك يلعب دورا كبيرا في عملية البحث عن نهاية ما لحرب كانت حصدت حتى ذلك التاريخ حوالي 100 ألف قتيل موسيقى فكان صوت الضمير الذي لا يخفت صوت وجد فيه اللبنانيون والسياسيون العرب والأجانب مرجعا أساسا عند كل مفترق وطني موسيقى صيف العام 1988 وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أمين جميل خاف اللبنانيون المقسمون يومها من الفراغ الدستوري فاتجهت الأنظار صوبة بكركي التي راح سيدها ينادي ليلة نهار بضرورة تأمين عملية انتخاب رئيس جديد تعثرت الأمور وكانت حرب التحرير راحت آلة القتل تشوه الجسم المسيحي فتكوكب الجميع خلف الراعي وكان اتفاق الطائف الذي ما كان ليبصر النور لو لمباركته موسيقى وفقت الأطياف كلها على الطائف باستثناء العماد ميشيل عون الذي رفضه وراح يحارب كل ما وافق عليه ولم يسلم البطيرك نفسه من حربه تلك اضطر صفير الانتقال إلى الديمان وترك مرغما ما كان يعرف بالشرقية حيث اندلعت الحرب بين عون والقوات اللبنانية حرب عرفت بحرب الإلغاء تقاتل المسيحيون فيما بينهم شلت قدرة البطيرك على لجم الأمور ووقف أنهر الدم التي فاضت في كسروان والمتن وجبيل وبقية المناطق الشرقية هدد طرفي الصراع بالحرمان ولم يفلح قصد الإقليعات تحت القصف ورفع الصلوات فلم يفلح أيضا حاول المستحيل مع كل الأطياف فلم يفلح أيضا وأيضا خريف عام 1990 اتخذ قرار الحسم دخل الجيش السوري فدخل لبنان معه في عهد وصاية سورية مشرعة وموقعة لن تنتهي قبل 29 نيسان 2005 رويدا رويدا راح البطيرك يلم شمل الرعية ويهتم لشؤونها قبل أن يرغم على لعب دور القائد الأول المسيحيين والناطق الأوحد باسمهم بعدما نفي كل من لجمي الوعون وسجن جعجع ومن دون أن ينسى شؤون الكنيسة والاطمئنان على أحوال الرعية في الوطن والمهجر كلل صفير تلك المرحلة باستقبال الحبر الأعظم قداست البابا يوحن بولس الثاني للمرة الأولى في لبنان يوم العاشر من أيار عام 1997 طيلة عهد الويصاية لم يساوم السيد البطيرك على الحريات والسيادة والاستقلال حتى أنه رفض زيارة سوريا عام 2001 لاستقبال الحبر الأعظم رغم الإحاء له بأن استقبالا ملوكيا ينتظره هناك ظل البطيرك على مواقفه النابعة من إيمانه الموروث عن الموارنة الأوائل أتى العام 2000 واندحر العدو الإسرائيلي وكان نداء بكركي الشهير وبدأ مخاض التحرير الثاني الذي أنجز تحت أعين بكركي وبمباركتها في 14 آذار 2005 عاد عون بعدما كان الجميل سبقه في العام 2000 خرج جعجع وعاد المسيحيون إلى قلب اللعبة السياسية وعود أن يرتاح السيد بطيرك ويترك ملعب السياسة للعبيه اضطر مجددا إلى أن يلعب دور المصلح بين الأفريقاء المسيحيين عام 2008 الوطن من جديد على موعد مع فراغ رئاسي وبكركي من جديد على موعد مع طلب لبناني عربي أوروبي للاعب دور المنقذ وتأمين حصول العملية الانتخابية تكرر مشهد العام 88 وفشلت مساعر بطيرك مجددا وبدلا من التجاوب معه ظهر من يحاول قرع باب عاصمة الكثنكة مشتكيا من سيد الصرح وراحت الإشاعات ترمى يمينا ويسارا حول تمن فاتيكاني بالاستقالة بقي مارنصر الله بطرصفير صلبا قصى لابة سخور بلدته ريفون ولم يرف له جفن عين طالما كانت مسمرة نحو الوطن وطن نذر صفير نفسه لأجل خيره فاستحقق أسلافه وعن جدارة مجد لبنان سيدنا بعد هذه المسيرة الشخصية الطويلة بدي كمان اسألك عن المسيرة مسيرة بكركي إذا أمكن القوت يعني ولدت في العام 1920 مع ولادة لبنان الكبير حيث لعبت بكركي بهذاك الوقت والبطيارك ليسلح ويك دورا أساسيا في تلك المرحلة برأيك هل لبنان الكبير الذي ولد في أيلول 1920 لا يزال قابلا للحياة نعم على الأقل نحن نؤمن بذلك وأن هذا الوطن الذي أنشئ سنة 1920 على شرط أن يبقى أبناؤه يجاهدون في سبيله وأن لا تسمحون لنا بالقول يخونوه طيب لو عاد التاريخ إلى الوراء في هذا الموضوع بالذات هل كنت فعلت ما فعله البطيارك لحويك؟ لا يمكننا أن نقول أننا فعلنا ما فعله البطيارك لحويك لكل حقبة من التاريخ لها رجالها ولها أيضا مفاتيحها ولا يمكننا أن نقول أن التاريخ يعيد نفسه بالحرف ولها ظروفها واليوم الظروف تغيرت تعتبر في هذا المنحة؟ طبعا ما الذي تغير في هذا اللبنان سيدنا؟ أولا كانت الدولة الفرنسية موجودة بعد أن ذهبت الدولة التركية وبعد مدة أخذ لبنان استقلاله والاستقلال اعتوره أشياء كثيرة لا يمكننا التوقف عندها وهي متغيرة وتدخل بعض الجيران في الشؤون اللبنانية وهذا كله شكل صعوبات كثيرة للوطن الصغير هل كان هناك نوع من قصر نظر بنظركم بالنسبة إلى القيادات المسيحية حول الذؤية إلى لبنان كيفية التعاطي مع الواقع اللبناني؟ لا يمكننا أن نصف بقصر النظر الذين كانوا تولونا الشؤون الوطنية يوم ذاك ولكن الظروف ربما أرغمتهم على اتخاذ مواقف لم تكن ضرد الجميع ولكن هذا هو التاريخ أجبرهم على اتخاذي ربما بالرغم منهم سيدنا عيشتم البطارقة أنطون عريضة بولوس بوتوس المعوشي وأنطونيوس خريش ورؤساء الجمهورية أيضا من كمي الشمعون حتى إيميل لحود واليام طبعا العماد مشاي سليمان كيف يمكن فهم العلاقة الجدلية القائمة بين بكركي وبعبدة بين البطيارك الماروني وبين رئيس الجمهورية الماروني طبعا العلاقة هي علاقة تفاهم وود بين البطياركية ورئيس الجمهورية وإنما هذا يعود في أمور كثيرة إلى طبع البطيارك وإلى طبع رئيس الجمهورية يوم ذاك ربما لا تتآلف الأطباع وربما تآلفت ولكن عندما لا تتآلف الأطباع يكون البلد في محنة واليام هل يمكن القول أن هناك تآلفا بين طبعكم وطبع الرئيس ميشيل سليمان نحن نقول هذا القول وإنما ليس علينا نحن أن نحكم بالأمر فأنتم أولا لا وبالنسبة إلى العلاقات نعم العلاقات جيدة جدا سيدنا يوم تنصيبكم في 27 نيسان 1986 قلت أنا الراعي الصالح أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأبذل نفسي عن الخراف هل الراعي الصالح اليوم راض عن خرافه نعم الخراف ليست موحدة وإنما هناك تفرق بين الخراف ولكن نحاول على قدر الإمكان أن يكون الخراف أن يسيروا مسيرة واحدة وأن يعودوا إلى حظيرة واحدة هل يمكن القول هنا أن بكركي لم تستطع أن تجمع هذه الخراف كما يجب أو أن المطلوب منها كان أكثر من ذلك ولم تفلح لم تستطع فالأمر معروف لم تستطع لأن هناك أناس يظنون أنهم مشتقلون تماما لاستقلال عن بكركي وهم يسيرون بحسب ما توحي به إليهم ضبائرهم ولذلك لا يمكننا القول أنا نجمع كل الناس وهناك أناس نتفاهم معهم وهناك أناس ربما لهم آراء تختلف عن آرائنا على الصعيد الوطني طبعا والسياسي نعم وليس على الصعيد الكنسي أو الدوحة الصعيد الكنسي لاستنعنا من اخترعناه فمن يؤمن بالله ويؤمن بالكنيسة فإنه يتبع القواعد الكنسيات التي يضعها قناس الحبر الأعظم والمطارنة والبطاريات طيب سيدنا في افتتاح جلسة خلوة البطاريكة والأساقف الكاثوليك في سيدة الجبل في ثلاثين تشينتاني ألف وتسعمائة واثنان وتسعين قلتم إن إلغاء الطائفية السياسية يشكل خطرا على العيش المشترك وإذا خير اللبنانيون بين العيش المشترك والحضية فإنهم يختارون الحضية هل لذالت هذه المعادلة مطلوحة اليوم بالنسبة إليكم على هذا الشكل الحرية طبعا لها الأولوية لأن الإنسان هو مطبوع على الحرية لأن الله فطره عليها ولكن العيش المشترك طبعا يجب أن يكون هناك عيش مشترك ولكن لا ينفي أن يكون الإنسان في الوقت عينه حرا وأن يأخذ مسؤولياته وأن يتحمل واقبها هذا العيش المشترك أين هو اليوم في رؤيتكم وفي نظاتكم إلى الأمور طبعا إنه يشكو بعض الوهن ولذلك المطلوب أن يكون لبنانيون على فكر واحد ونسق واحد إنما هناك من يحاولون أن ربما يتوحدوا أو أن ينفطروا على طريقا هي غير الطريق لآخرين في تصرفهم وفي أعمالهم هل المسيحيون يلعبون الدور المطلوب منهم؟ في ظل هذا التمزق يقومون بدورهم طبعا ولكن المسيحيون كسائر الناس لهم رأيهم وهم منقسمون على زواتهم ممكننا أن نجمع بين المسيحيين المسيحية 14 أدار ومسيحية 8 أدار فكيف بالنسبة إلى الطوائف الأخرى؟ طبعا طبعا أنتم في هذا المجال يعني بعد اللقاء المسيحي الموسع الذي انعقد في بكركي تعالت أصوات منتقدة على هذا الصعيد يعني قيل إنكم التزمتم أو أخذتم طرفا مع فريق سياسي معين هذا الخول طبعا لا يسلم منه أحد وكلما أخذنا موقفا يظن بعضهم أننا ضده ولكن نحن لسنا ضد أحد ولكن نأخذ الموقف الذي تمليه علينا الأحوال يعني أنتم تؤمنون بما صدر عن هذا اللقاء المسيحي الموسع؟ نعم لو لذلك كنا اعترضنا عليه هل أبواب بكركي يمكن أن تفتح لبقية الأطراف السياسية؟ كما فتحت الأبواب بالنسبة إلى فريق 14 أذار؟ أبوابنا مفتوحة لكل الناس فالذين يريدون أن يأتوا إلينا إننا نرحبوا بهم ولكن لا يمكننا أن نجر ناس جرا إلينا يعني بالنسبة إليك الطرف الآخر لا يريد أن يأتي كما يجب إلى بكركي؟ هذا شأنه طبعا نحن نتابع معك سيدنا عن موضوع المحكمة الدولية والعدالة وإنما بعد فاصل إعلاني أول ومن بكركي نتابع معكم هذا اللقاء مع غبطة البطيار كمانو صلى بوتوصفار سيدنا ننتقل الآن إلى موضوع المحكمة الدولية والعدالة برأيك كيف يمكن أن تأخذ العدالة مجراها إذا كانت ستؤدي إلى نوع من أنواع الانقسام بين اللبنانيين؟ المحكمة هي محكمة والعدالة هي عدالة طبعا يجب أن يحطط الأمر بحيث لا يكون هناك انقسام بين اللبنانيين ولكن إذا كان هناك فريق ارتكب فيجب أن يحاسب على ارتكابه وفي هذا المنح كيف تنظرون إلى التسريبات التي تشير إلى مسؤولية حزب الله في اغتيال رئيس سفيق الحريري؟ طبعا نحن نتمنى أن لا يكون أحد من اللبنانيين متورطا في هذه الجريمة ولكن إذا كانت الجريمة تقع على أحد اللبنانيين أو على مجموعة منهم فيجب أن ينال كل من ارتكب عقابه طب في هذا المجال نسمع أن حزب الله يعتبر أن هذه المحكمة هي محكمة أمريكية أو حتى محكمة إسرائيلية وأن التهمة هي مؤامرة على الحزب وعلى المقاومة وعلى سلاح الحزب ماذا تقولون في هذا الموضوع؟ عادة المحكمة هي محكمة دولية ويفترض فيها أن تكون على طرف واحد من جميع الناس وأن لا تكون متحيزة ولكن إذا كانوا هم يظنون أنها متحيزة فهذا يعود إليهم ولكن المحكمة كما قلنا يجب أن تكون غير متحيزة وأن تنظر بالعدل إلى كل الأمور التي تقدم إليها يجب أن تكون هذا هو المبدأ لكن برأيكم ومن خلال متابعتكم لما يجري على صعيد المحكمة الدولية وعلى صعيد انتظار القرار الاتهامي هل تعتبرون أن هذه المحكمة غير مسيسة وبعيدة عن أي نوع من أنواع التسييس؟ نحن ليس لنا اطلاع كامل على هذه المحكمة إنما نفترض أنها محكمة دولية وأنها تحكم بالإنصاف والعطل وبالنسبة إليكم المحكمة الدولية تريح الوضع اللبناني حتى لو صار نوع من أنواع الاتهام إلى الحزب؟ طبعا هي تريح لأن الجريمة عندما ترتكب يجب أن يعرف الناس من ارتكبها طيب سيدنا في هذا المعنى هل أنتم مع من يقول أنه يجب أن تتم التضحية بالعدالة ربما من أجل تأمين الاستقرار في الداخل اللبناني؟ العدالة هي عدالة وإذا ضحينا بالعدالة مرة فقد نضحي بها مرات ولا هذا يضمن الاستقرار والاستقرار أليس من الأمور المهمة برأيكم للبنان واللبنانيين؟ ولكن العدالة أهم من الاستقرار والعدالة هي التي تؤمن الاستقرار؟ طبعا 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 وانطلاقا مما يحصل يعني على صعيد مؤسسات الحكم على صعيد مؤسسات الدولة هل بدأت برأيكم مسيرة تعطيل الدولة قبل صدود القرار الاتهامي؟ هناك بعض أشياء تحول دون قيام الدولة وهذا طبعا مضر بلبنان ولكن يجب العدالة أن تأخذ مجراها والباقي يجب أيضا أن يكون في موضعه هل أنتم متخوفون من حصول شل الماء على الصعيد الحكومي على صعيد الإدارات العامة؟ انطلاقا مما يحصل يعني كتداعم من تداعيات المحكمة الدولية والقرار الاتهامي؟ كان هناك بعض أشخاص لهم غاية في هذا الأمر وإذا شلوا الدولة يظنون أنه بإمكانهم أن يتخلصوا من العدالة ولكن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ويقبل كل شيء وبدون عدالة يرتكب الناس للجرائم ويعرفون أنه لا حساب عليهم ويتمادون بالأمر برأيكم سيدنا أي دور يمكن أن يلعبه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في عملية إخراج هذا الوضع من النفق المسدود؟ طبعا رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية وله رأيه وله قول والقول الفاصل في ذلك ويمكنه طبعا أن يقدم المطلوبين إلى العدالة أن يقدمهم إليها ماذا ستقول في هذا المجال لرئيس الجمهورية في خلوة الصباح قبل قداس الميلاد السبت المقبل؟ لم أفكر بعد فيما سأقول له لكن عندما يأتي الوقت يلهمنا الله ما يجب قوله يعني حسب الظروف والمعطيات؟ طبعا طب انطلاقا مدمن نتحدث عن رئيس الجمهورية ننتقل قليل الحديث عن رئيس الحكومة أنتم طبعا عرفتم الرئيس صفيق الحريري وتتعذف اليوم إلى خلفه الرئيس سعد الحريري هل يشبه سعد الحريري أباه؟ في بعض أمور يشبهه ولكن في بعض الآخر ربما كان والده متمرسا بالحكم أكثر منه برأيكم انطلاقا من التجربة؟ ربما ربما طبعا وهو بابتدأ بالحكم أما والده فكان قد خضع عليه سنوات وهو يتمرس به في حديثكم الأخير إلى مجلة المسيرة بدأتم وكأنكم عندكم نوع من الخوف أو الخشية من حصول انقلاب ما ينفزه حزب الله على الأرض هل هذا التخوف ما زال موجودا؟ الطريقة التي يتصرف بها بعض من حزب الله وهم أصبحوا قوة يعتدوا بها ويحسبوا لها حساب فإذا ظلوا سائرين في خطتهم ربما يتبقوا استولون على الحكم ما هي خطوذة مثل هذا الانقلاب برأيكم على لبنان إذا حصل وإذا فشل؟ إذا حصل ذلك فإن لبنان لا يمكنه أن يحكم من فريق واحد لبنان فيه 18 طائفة ويجب أن يشترك الجميع على خدر الإمكان في حكم البلد أما إذا تفرد بحكم البلد فريق واحد فهذا فيه خطر طيب سيدنا في هذا الإطار لماذا العلاقات مقطوعة بينكم وبين حزب الله؟ نحن لم نقطعها كانوا يتعودون أن يأتوا إلينا ولكن في المجد الأخيرة انخطعوا عنه ألا تعتبرون أن مواقفكم هي التي أدت إلى مثل هذا الانقطاع؟ ربما يحسبون ذلك ولكن مواقفنا مواقفنا والمعروف أن السلاح يكون بيد الفريق الذي هو الجيش والذي الجيش يحاول أن يستعين به ليعطيه السلاح ولكن أن ينتشر السلاح بأيدي جميع المواطنين فهذا لا يخلو من خطر هيئة الحوار التي شكلها رئيس الجمهورية أو التي استكملت اجتماعاتها على عهد رئيس ميشيل سليمان هل تعتبر أنها حققت ولو خطوة متواضعة على هذا الصعيد؟ هذا الفريق الذي شكل لا يمكننا أن نحكم عليه ولكنه قد سعى على قدر استطاعته ولكن الحكم يكون بالتوافق بين جميع أهل البلد وهم الذين يخطرون من يتولى الأحكام فيه مدوم تحدثتم عن الحكم يجب أن يكون لأهل البلد هل أنتم في هذا السياق مع التفاهم السعودي السوري ومع تطبيقه في لبنان؟ أم أنكم تعتبرون أن كل التفاهمات وكأنها بدأت تحصل في الخارج لتطبق في الداخل؟ هذا يتعلق باللبنانيين فإن الخارج قد يساعدنا على انتظام الأمور في لبنان ولكن إذا كان هو يريد أن يتولى الأحكام وأن يبعد فلان ويقرب فلان فهذا تدخل في الشؤون الداخلية وهذا أمر غير مرغوب فيه المسعى السوري السعودي اليوم هل هو في إطار التدخل أو في إطار الجهود ربما الخير للوصول إلى دعوة من أنواع التفاهم؟ سنرى ما سيكون ولا نعرف بعد ما هو الاتجاه الذي يسير فيه هذا الاتجاه بس في الحالتين سيدنا ألا يدل هذا الأمر على أن اللبنانيين عجزون عن التفاهم وإدارة شؤونهم؟ عجزون هناك بعض العجز وإنما يجب أن يتكل اللبنانيون على سواهم في إدارة شؤونهم فالرجل الذي يتكل على جاره لإدارة شؤون بيته فيكون حقا عجزا سيدنا هل تعتقد لأن اللبنانيين عاشوا مثل هذه التجربة؟ هل تعتقدون أن هناك صفقة أمريكية سورية جديدة على حساب لبنان؟ أو يمكن أن تكون هناك صفقة في هذا المجال؟ الدول تسعى إلى تحقيق مقاربها ربما بعض الأحيان على حساب سواء ولكن حتى الآن يظهر أن الدولة الأمريكية تسعى إلى مساندة لبنان لتحقيق مقاربه هل لديكم هنا في هذا المجال تطمينات من المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين الذين التقيتهم وتلتقيهم بأنه لن تكون هناك صفقة على حساب لبنان؟ طبعا هذا ما يقولونه ولكن من يدري إذا كان لبنان ليس ساهرا على أموره لكي تجري بوضع طبيعي فربما يتسلل بعض أصحاب الأغراض ويعملون بأغراضهم في البلد وهل ما زلتم مرتاحين إلى الاهتمام الدولي في لبنان؟ هل تعتقدون أن هذا الاهتمام ما يزال كما كان عندما صدر القرار 1559؟ الاهتمام يتغير طبعا بحسب تغير الأحوال ولكن لبنان يحظى حتى الآن بمعاونة الدول التي طردها عنه والتي له علاقة تاريخية معه طب سيدنا بالنسبة إلى القرار 1559 يعني تكثر التحليلات وتكثر التأويلات بشأنه هل تعتبرون أن هذا القرار أعاد السيادة إلى لبنان؟ أم أنه أعاد الانقسام والتوتر إلى هذا البلد؟ ووضعه من جديد أمام خطر حرب جديدة؟ لا أعتقد أن القرار عندما يأخذ تكون غياته انقسام البلد إنما يأخذ لجمع البلد ولكن إذا انحرف عن الخطة الموضوع لها فهذا شأن لذين ينحرفون أيضا في هذا الموضوع هل بطياركسفير خائف على لبنان واللبنانيين من حرب جديدة اليوم؟ لا يمكننا أن ندري ماذا يحصل في المستقبل ولكن إذا لم يحزم اللبنانيون أمرهم ويديروا شؤون بلادهم وأن يسهروا عليه فهناك خطر طبعا كيف عليهم أن يحزموا أمرهم؟ بأي طريق إذا كان هذا الانقسام بهذا الشكل؟ أن يتفاهم مع بعض في أمور يمكن الانقسام حولها ولكن هناك أمور أساسية لا يمكن الانقسام حولها يجب أن يسعى جميع اللبنانيين إلى المحافظة على سيادة لبنان وبرأيك اليوم هناك قصر من اللبنانيين يضحي بسيادة لبنان في سبيل أمور معينة؟ إذا كان له أغراض معينة ويريد أن يحكم لبنان دون سواء من الناس ربما انطلاق من هذا الأمر لماذا هناك شعور سيدنا وكأن الكنيسة المارونية تأثرت نوعا ما بالحملات التي شنت عليها وابتعدت عن المواقف التي تؤدي إلى الدخول في مواجهات؟ الكنيسة المارونية وسواء من الكنائس هي معرضة لاتخاذ مواقف ربما ضدها ولكن الكنيسة تقوم بعملها كما يجب أن تقوم وتسعى إلى خير المواطنين جميعا بالعودة إلى الإرشاد الرسولي هل تعتبرون أن لبنان الرسالة والنموذج للشرق والغرب كما ورد في الإرشاد مهدد اليوم؟ الإرشاد مهدد؟ لا طبعا لبنان الرسالة والنموذج للشرق والغرب كل بلد مهدد إذا لم يحتط أبناؤه له ويسيروه في الطريق القويم وإذا تراخوا وهناك مطامع غريبة تطغى عليه هذا بديهي انطلاقا من موضوع الإرشاد أيضا نسمع أن البعض يوجه إليكم انتقادات على خلفية أنكم تدرون البطيركية بشكل فردي نوعا ما ولم تحولوها إلى مؤسسة ماذا تقول في هذا الاتهام؟ أو في هذا الانتقاد؟ البطيركية لها توجيهها ولها قوانينها ونحن نتبع هذه القوانين فلا يمكننا أن نتصرف تصرفا فرديا وإنما حسب القوانين التي تنص على طريقة إدارة البطيركية نحن نديرها وحولنا من الأساخ فمن يساعدون على إدارة هذا الأمر انطلاقا من بكركي هل تعتبرون أن هناك نوع من أنواع الحملة ضدكم؟ ربما هناك أناس مغردون يريدون أن نسير في ركابهم ولكن نحن لنا استقلالياتنا ونحافظ عليها هل تعتبرون أن المطلوب إبعاد بكركي عن المطالبة اليوم بالسيادة والحذية والاستقلال؟ ربما كان هناك أناس يريدون هذا الأمر وما هو ردك على الإشاعات التي تطاولك أحيانا؟ ما يشاع عن تدخل الفاتيكو بشكل أو بآخر فيما يتعلق بأمور الخلافة فيما يتعلق بتسيير شؤون البطيركية؟ الفاتيكو يتدخل وهذا شيء يبرره الواقع في لبنان وفي غير لبنان وقراسة الحبر الأعظم هو الرئيس الأعلى للكنيسة وعندما يرى أن الأمور تستوجب التدخل فهو يتدخل هذا في المطلق نعم بس فيما يتعلق بالظرف الظاهن هل صحيح أنه في الفترة الأخيرة تعرضتم لحملة لبما من لبنان وصولا إلى الفاتيكو في سبيل تغيير طريقة تعاطي الفاتيكو معكم؟ لا الطريقة هي جاتة لم يغير طريقة التعاطي معنا سيدنا أيضا هناك إشاعات حول انقسامات داخل الكنيسة وتحريض على دور بعض المطارنة والكهنة في هذا المجال هل بطيرك صفاير في هذا المجال مرتاح إلى الدور الذي يلعبه المطارنة في مجلس المطارنة؟ نعم المطارنة هم مع البطيرك يديرون شؤون الكنيسة وهناك أراء مختلفة ولكن في النهاية تتطابق هذه الأراء وتسير الأمور بحسب مجرها الطبيعي وهل هناك توجيه بطيركي مثلا للكهنة في العزاط التي يلقونها في الكنائس أم أن كل كاهن حض في ما يقوله؟ لا يسحر في ما يقوله إنما يتقيدون بالخواعد الكنسية وهم عليهم أن يبشروا بالعقيدة الكنسية التي هي معروفة وإذا خرجوا عليها وتطرقوا إلى السياسة فهذا أمر طبعا على المطران أن ينبه الكاهن إلى هذا الأمر من المعروف في هذا المجال أنكم سهمتم في تعيين معظم المطارنة الحاليين تمن هذا المفهوم بالذات هل يمكن القول أن البطيركي سفير قادر على تسمية البطيركي الذي سيخلفه؟ نحن لا نسعى إلى هذا الأمر ولا يجب أن يسعى إنما يترك الأمر للمطارنة الذين ينتخبون بحسب إلهام الروح القدس وما هي الكلمة التي يمكن أن يتركها البطيركي سفير لمن سيأتي بعده بعد عمر طويل طبعا؟ نحن نتمنى له التوفيق في المهمة التي سيقوم بها وأن يدير الكنيسة بحسب تعليم السيد المسيح وتوجيهات الكرسي الرسولي والكنيسة ليست لشخص إنما الكنيسة هي لمجموعة الأشخاص وهناك ثراتوبيت في الكنيسة قدسة الحبر الأعظم والكرادلة والمطارنة على كل حال تحدثتم طبعا عن الكنيسة وعن دور الكنيسة سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالوضع المسيحي وأيضا فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا وإنما بعض فاصل إعلاني ومن الصرح البطيركي في بكركي نتابع معكم هذا اللقاء مع غبطة البطيركي سفير سيدنا قبل ما نكمل معك الحوار بدنا نشوف سوا نحن وياك وطبعا مع المشاهدين تأرير ثاني عن المسيحيين والدولي أيضا هذا التقرير هو من أعداد الزميل يوسف ياسبيك منتاج إلي نعمة انتهى زمن الوصاية عاد العماد ميشيل عون من منفاه وخرج الدكتور سمير جعجع من سجنه وتحرر حزب الكتائب ظن المسيحيون أن ربيعهم قطحان وأن ظلم الخمسة عشرة سنة ولا إلا أن الشباب المسيحي وجد نفسه أمام عدو قديم جديد عدو طالما حلم به آباؤهم وأجدادهم إنه الهجرة بحث عن حياة أفضل كل يوم منتأخر بإيام الدولة منمنع البرة بإنه يرجع ومنشجع يلي هون أنه يفل كل هالمناخ من الاستقرار من الخوف من المستقبل من الخوف من بكرة هؤدي هنه عوامل الهجرة عنا حل واحد دولة عادلة قادرة اللي قاعد برة واللي قاعد جوا وحيسس حاله برة نفس الشي منه حيسس حاله معنى يعني هاي الممارسة السياسية يلي ما عم تاخد بعين الاعتبار إذا بدك تركيبة لبنان والدور المسيحي الأساسي فيه يلي هو الجسر فيما بين كل الطواقف وحتى الحضارات اللي مرت على هالمنطقة نحن استراتيجيتنا نرجع نفوت ويكون إلنا دور فاعل بالمؤسسات من بقي في لبنان من المسيحيين راح يكافح في سبيل وطن أفضل إلا أن الاضطهاد الذي يعيشه مسيحيو الجوار ولسيما في العراق حيث يذبحون في الكنائس شكل لهم ما بات يعرف بهاجس البقاء لبنان ما بيقدر يقوم إلا بكل مكوناته هاي دي القاعدة الأساسية لقيام لبنان نحترم الرأي الآخر حتى إذا كان مختلف معنا ما حدا نجرب يفرض إرادته على التاني بوسائل غير ديمقراطية نحن دورنا المسيح المميز هو أيضا أن نكون عامل استقرار بمجتمعنا وأن نكون أيضا عامل موحد الأرض المشتركة اللي ممكن يلتقوا عليها الجميع ليش؟ لأنه بالرسالة المسيحية بالنهاية هي رسالة سلام ورسالة حرية أيضا لكن ما نخاف من أن نكون موجودين بهذا المجتمع بالعكس بات الكلام على استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية التي سلبها اتفاق الطائف مادة جديدة في الصراع السياسي ولسيما بين المسيحيين الذين رحوا يتصارعون أيضا على إعادة دورهم الفاعل في مؤسسات الدولة هذه الأولوية ضمن أولويات اليوم الأولوية الكبرى وبجذب إذا بقول لليبنانيين غير هاك هو أنه يبقى عندنا دولة نحن عشية اهتزازات قد تصيب النظام كله سوا إذا ما نكون صراحين وما نكون صادقين بقصة الدولة ما في حيات بقصة الدولة ما في توافق بقصة سلم الأهلة ما في واحد يقول أنا على حيات بين أفريقا في أولوية تانية أن نستعيد موقعنا بالدولة كان فيه هجرة وتهجير للمسيحيين من مواقع الدولة هذه الجمهورية الثالثة اللي كنا عملنا فيها إذا بدي ضلني بتركيبة الطائف ونحن بهذا الصدد هلأ هذا التوجه يعني بدي مدمون أنا لرئيس الجمهورية وهذا عمل الطيار بهالاتجاه حتى ولو كان الرئيس توافقيا يجب أن يكون له صلاحيات كمان وهذه الصلاحيات هون تاني فولي يعني تاني نقطة أساسية عم نطرحها وهي مضمون الرئيس مضمون دور الرئيس ومهامه في شيء تاني للمسيحيين هو تعزيز موقعهم بالنظام أن يقوموا بدورهم بالنظام السياسي عندما يتولوا مسؤوليات وزرية أو نيابية في كل ميلاد ولسيما منذ الألفين وخمسة يحلم المسيحيون بعيد أفضل عيد يمضونه في كنف دولة قوية تؤمن لهم حقهم في العيش الكريم فهل بات على المسيحي أن ينتظر هدنة يمننونه بها لتمضية عياده بسلام أنتوا على مر التاريخ مرأتوا بكتير أزمات مرأتوا بكتير مشاكل بس طبعا تعلقكم باللبنان تعلقكم بالحريات نضالكم من شان يضل لبنان بلد حريات وبلد تنوع وبلد تعدد هو يلي أبقى على وجودكن نحن هون تنبقى وباقيين والمرحلة المقبلة ستطلب منها مسئوليات أكبر وجهد أكبر لازم نكون أدها المسئولية ويجب أن نستعيد الزاكرة والعبر وأنا ننطلق إلى مستقبل في لبنان مستقبل يعطي لبنان والمسيحيين حقهم في هذه المنطقة لأنه كل يوم عن يوم يبين أدي الدور المسيحي بهذا الشرق مهم كثيرة هي صفحات التاريخ التي تخبر على مر الأيام عن اضطهاد المسيحيين في لبنان تلك الدولة التي كان لهم الدور الأساس في تأسيسها دولة يدافعون ليلة نهار لبقائها سيدنا في ضاء هذه المقاربة التاريخية الوقعية إذا أمكن القول كيف تنظرون إلى الوضع المسيحي اليوم الواقع المسيحي هل تعتبرون أنه أصعب مما كان عليه عندما تسلمتم منصبكم في نيسان 1986 ربما كان أصعب ولسيما أن عدد المسيحيين يتضاءل وهذا يبدو كأنه طبيعي يتضاءل من جراء الهجرة التي تطال المسيحيين أكثر من سواهم هم يهاجرون وغيرهم يهاجرون ولكن العائلة المسيحية تقتصر على ثلاثة أو أربعة أولاد ولكن العائلة غير المسيحية فربما مع تعدد الزوجات بلغ عدد الأولاد فيها العشرة أو الخمسة عشر وهذا يبدو أنه فارق كبير مع الأيام يعني الخلل الديمغرافي سيتعزز أو سيتفاقم يوما بعد يوم زلت الأمور على ما هذا بالنسبة ربما إلى العلاقة بين المسيحيين والآخرين لكن ماذا عن المشكلة إذا أمكن القول المسيحية المسيحية يعني أنتم شكلتم لجنة مطارنا ثلاثية لتعمل على تحقيق المصالحة بين القيادات المسيحية ماذا حققت هذه اللجنة ولماذا جمدت نشاطاتها في مرحلة لاحقة طبعا نحن نحاول كل فترة عندما تأخذ خلافات بين المسيحيين أن نرأى بالصدع ولكن إذا لم نوفق فهذا ليس عليه فهذا لا يدل على أننا نحن قصرنا فيما علينا من واجب ولكن إذا شاء المعنيون ألا يتفقوا فلا يمكننا أن نجبرهم على الاتفاق هل تحمل طرف معين مسؤولية هذا الأمر؟ الأسناني والطرفاني مسؤولان يعني على قدر المساواة والتساوي ليس هناك من إرادة برأيكم للالتقاء؟ ليس إرادة حسب الظروف وحسب الأحوال ربما كان هناك بعض الأطراف يريد أن يحقق غرضا أو غاية فلا ندري انطلاقا من الظروف معين طيب شهدنا طبعا وسمعنا عن موضوع اتفاق الطائف وما قيل حول هذا الاتفاق كيف يمكن تثبيت الطائف وكيف يمكن هون مراجعة كلام الرئيس سعد الحذير المستمر حول التمسك بالمناصفة مهما كان العدد بين المسيحيين والمسلمين نحن نشكر الرئيس الحريري ولكن الوضع يفرض ذاته فهو متمسك حتى الآن بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين ولكن إذا تناقص عدد المسيحيين فربما لا يمكن الإبقاء على هذه المناصفة فاسألها يتحدث الرئيس سعد الحذيري هنا انطلاقا من تناقص عدد المسيحيين يعني ربما اليوم الأحصاءات تقول أن المسيحيين هم ثلث السكان والسنة الثلث والشيعة الثلث نعم ولكن إذا كان هناك فرق كبير في العدد فالعدد هو الذي يفرض نفسه يعني غير مطمئنين بالنسبة إلى المستقبل إذا استمر هذا التناقص في العدد إذا ظل المسيحيون يسافرون وظلت العائلة المسيحية على ما هي وظل غيرهم على تصاعد بعضهم يتحدث في هذا المجال عن ضرورة استعادة الجنسية بالنسبة إلى المغتربين اللبنانيين وتسجيل الأولاد برأيكم هل هناك من مسعى جدي في هذا الإطار أم أن كل هذا يدخل في إطار الكلام والشعارات هذا يتعلق بالأشخاص فمنهم من يريدون أن يعودوا إلى البلد وأن ينظموا حياتهم وحسب وضع البلد ومنهم ما لا يريدون فهذا يتعلق بالأشخاص ما الدور هون الذي تقوم به الأبرشيات المرونية في دول الانتشار هل تقوم بما يجب عليها على هذا الصعيد طبعا هي تحاول أن تجمع المهاجرين وأن تضمهم إلى الكنيسة ولكنني لا أعتقد أنها تحسهم على أن يتركوا البلد الذي يقيمون فيه لكي يأتوا إلى لبنان لماذا؟ والمستقبل مجهول طيب هوني تحدثنا حتى الآن عن دور الكنيسة ماذا عن دور وزارة الخارجية والسفرات هل هناك من تقصير بالنسبة إلى الدولة اللبنانية في التعاطي مع هذا الملف لا أقول بالتقصير إنما الذي ذهب من لبنان وتوفق بعض الشيء فليس هو في وضع يمكنه من العودة حالا حيث استقر ليعود إلى لبنان إلى وضع كان فيه وقد هرب منه إذا صح التعبير ولذلك أن الأمر ليس بالميسور طب سيدنا في الحديث عن موضوع المهاجرين والذين ينتقلون من لبنان إلى الخارج هناك من يوجه الانتقاد إلى الكنيسة المرونية فيما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية التي تقدمها أو التي لا تقدمها في الواقع هل تجدون هنا أن الكنيسة مقصرة نوعا ما في هذا المجال الكنيسة تعمل ما باستطاعاتها ومعلوم أنها تحاول أن تبني البيوت للذين ليس لهم بيت يسكنون فيه وهي تسهل الأمور على قدر المستطاع ولكن الكنيسة ليست الدولة وهي تبزل جهدها وتساعد الدولة على قدر الإمكان ولكن لا يمكننا أن نحمل الكنيسة ما لا يجوز أن تحمل في العودة إلى موضوع الطائف لأن سواء النائب جوج عدوان أو النائب راهيم كانعان تحدثا عن هذا الموضوع البعض يقول وطبعا سيدنا حضرتك كمان بتقول بهذا المجال أن الطائف لم يتم تطبيقه حتى نعرف ما إذا كان يجب تعديله هل تعتقد أن الطائف اليوم غير قابل لا للتطبيق من جهة ولا للتعديل من جهة ثانية الطائف طبعا فيه أقوال كثيرة إنما الطائف يجب أن يطبخ ككل الاتفاقات التي تأخذ وهو لم يطبخ كما يجب بس حتى قبل أن يطبخ هناك من يطالب اليوم وخصوصا من المسيحيين بضرورة إدخال تعديلات ما على الطائف على اتفاق الطائف على دستور الطائف لتسهيل آلية الحكم ولدعم موقع رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية هل أنتم مع هذا التوجه فيما يتعلق بالطائف عندما يأخذ القرار يجب أن يطبخ هذا القرار ويظهر إزاك ما فيه من نواقص ولكن أن يقال أنه يجب تغييره أو تعديله قبل أن يطبخ فهذا ليس بالأمر يعني أنتم اليوم ضد إجراء أي تعديل حتى فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية يجب أن يطبخ وعلى دور وعلى ضوء التطبيق تظهر النواقص طب بعد عشرين عاما لماذا لم يطبخ الطائف حتى اليوم لأنه هناك تقصير تقصير فقط أو هناك ممانعة أيضا وفي ممانعة وفي تقصير طبعا الممانعة من مين؟ من أطراف داخلية أو أطراف خارجية؟ من أطراف داخلية وخارجية من اتنين؟ بالنسبة إلى الأطراف الخارجية كيف العلاقة اليوم مع السورية؟ يعني كيف تنزلون إلى مستقبل هذه العلاقات مع سوريا؟ سوريا هي البلد الجار ويجب أن يكون هناك تفاهم بين الجارين وهذا مسأل معروف لدى اللبنانيين إذا كان جارك بخير فأنت بخير ولذلك يجب أن تستقيم أما أن يطمع أحدهم بالآخر فهذا ليس مقبولة البعض هون يأخذ عليكم عدم قيامكم بزيارة سوريا ولو حتى في إطار زيارة رعوية لماذا لا يزور البطيار كسفاير سوريا؟ نحن مطمئنون أن الزيارة الرعائية هناك مطارنا يرعون الرعاية المارونية بما يجب أن يرعوا من اجتهاد ومن جهد ولكن أن نزور لكي نزور فهذا ليس بوارد عندنا بس ألم يكن هناك ما يستدعي مثل هذه الزيارة في احتفالات اليوبيل ألف وستمئة القديس مارون؟ احتفلنا بروم واحتفلنا هنا ولم يكن هناك من داعي إذن للزيارة؟ لا لم نرى داعيا إلى الزيارة وما موقفكم في هذا المجال من تقديم الرئيس السوري بشار الأسد أرضا هناك لبناء كنيسة مارونية؟ طبعا إلى أنه قدم أرضا ولكن لا نعرف ما هي الحقيقة وما عرفنا من المطران المقيم هناك ما إذا كانت هذا الواقع تم أم لم يتم بعد طيب في إطار أبعد وأعمق هل تعتقد سيدنا أن العلاقات اللبنانية السورية اليوم امتزمت في الإطار الدبلوماسي وضمن إطار سيادة كل من لبنان وسوريا؟ نحن هذا ما نريده وأن يكون كل بلد مستقل في حدوده الطبيعية ولكن إذا كان البلد يطمع في بلد آخر فتسوء العلاقة هل لديكم شعود أن سوريا تتدخل أو لا تزال تتدخل لنكون أكثر دقة في أشأن اللبناني؟ حتى الآن لا يزال هناك بعض تدخلات وربما كان اللبنانيون هم الذين يستدرجون سوريا لمصلحتهم الخاصة لكي تتدخل في الشأن اللبنان طيب تحدثنا عن زيارة سوريا ولم نتحدث حتى الآن عن زيارة إيران لماذا لا يقوم بطير كسفير بزيارة إلى إيران؟ وجهت إلينا دعوة إلى إيران ولكن حتى الآن لم نرى موجبا يدفعنا إلى القيام بهذه الزيارة بزيارة إيران هو بلد كبير وليس فيه مسيحيون إلا القليل وليس لنا نحن شأن في ذلك وعلى أولياء الدولة أن يزوروا ويقوموا بما يجب وليس علينا نحن نقوم بذلك ماذا تقول في الموقف الأخير لمرشد الثورة الإسلامية اليوم علي خامنئي الذي تحدث عن المحكمة الدولية وعن القرار الاتهامي المحكمة الدولية يجب أن تأخذ مجراها طبعا ولكن ماذا قال لا أدري ماذا قال هو ولكن كل محكمة يجب أن تحكم وأن تفصل بين الحق وبين البعض هو اعتبر أن هذه المحكمة بحكم الملغات المحكمة الدولية وأنها أصبحت وكأنها شيئا لم يكن تحدث في هذه اللهجة وفي هذه الصيغة ولكن الدول عندما تأخذ موقفا أو المؤتمر الدولي عندما يأخذ موقفا يجب أن يبقى عنده ولا يمكنه أن يغير ساعة يشاء وأن يبدل ساعة يشاء هل تعتبرون سؤال أخير في هذا الموضوع هل تعتبرون أن إيران تتدخل اليوم في الشأن اللبناني طبعا إيران لها هنا مدخلات لها أولا سفيرها ولها الشعب أيضا والشيعة أنهم ينتمون بأكثريتهم وفي علاقتهم مع إيران لأنها هي تدين بدينهم ويلجأون إليها عندما يردون ويلقون القبول والرضو الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى لبنان كيف نظرتم إليها؟ طبعا الزيارات يجب أن تكون بين الدول عاملا لتقريب وجهة النظر بين هذه الدول فلا تعيش دولة وحدة منفردة إنما يجب أن يكون هناك صلاة بينها وبين السواها من الدول هل تعتبرون سواء زيارة الرئيس الإيراني أو زيارة رئيس الوزراء التركي أنها كانت زيارة من دولة إلى دولة أو أنها تداخلت فيها أيضا العوامل الشعبية بالتالي الرئيس الإيراني ذهب إلى الجنوب فيما رئيس الوزراء التركي ذهب إلى عكار طبعا الشعب في البلد الواحد له نظرته والشيعة هم أقرباء من الشيعة الذين هم في إيران والمسلمون السنيون هم قريبون أيضا من تركيا وهذا شيء طبيعي أن تكون إيران قريبة من الشيعة في لبنان وأن تكون تركيا قريبة من السنة في لبنان يعني لم تنظر بنوع من أنواع القلق إلى ما حصل هذا الانقسام بين الشريعين هذا طبيعي فلا يمكننا أن نفرق بينهم وهم على دين واحد وعلى مفهوم واحد وعلى طريقة واحدة وهون أيضا سؤال أخير في هذا المحور هل تعتبرون أن علاقة المسيحيين بالفاتيكان هي نفسها علاقة المسلمين السنة بتركيا وعلاقة المسلمين الشيعة بإيران أولا الفاتيكان هو اسمه دولة ولكن ليس بدولة وليس له جيوش وليس له مطامع فإنه على علاقة مع كل الدول ثانيا العلاقة مع الفاتيكان هي علاقة دولية وليست علاقة لا عسكرية ولا تجارية ولذلك أن العلاقة مع الفاتيكان تختلف عنها مع سائر الدول على كل حال انطلاق من هذا الوقع العالمي إذا أمكن القول سنعود لنبحث معك وضع المسيحيين في الشرق وإنما بعد فاصل إعلاني أخير طيب ونصل إلى الفقر الأخير من بموضوعية لهذه الليلة مع غبطة البطيار كمان نصلى بطل صفير سيدنا في الحديث عن المسيحيين في الشرق البعض يقول إنهم شهود والبعض يقول إنهم شهداء بين الشهادة والشهود ماذا تقول؟ هم في وقت معهم شهود وشهداء شهود على ماذا أولا؟ شهود على العقيد المسيحي وعلى الإنجيل فأنهم يعيشون مسيحيتهم طبعا على خدر استطاعتهم ولكنهم في الوقت عيني في بعض بلدان يضطهدون فيها ويذهبون ضحية وهم يغادرونها هل لهذا السبب كان السينودوس الشرق في تشرين الماضي في الفاتيكان؟ ولكن هذا صعب لأن عددا كبيرا من بينهم قد غادر البلد الذي يعيش فيه إلى بلد آخر أكثر أمانا قيل في هذا المجال أن المقاررات التي صدرت هي مقاررات نظرية وليست عملية كما يجب أي أنها لا تماشي الواقع الفعلي الذي يعيشه المسيحيون اليوم إلا أي حد توفقون على هذه المقاربة؟ يقولون ما يريدون طبعا هناك يقولون أنها نظرية ولكن هي عملية وتحاول على قدر الإمكان أن تسبت المسيحيين في مواقعهم وهذا ما شدد عليه المجمع في القرار الأخير الذي أخذه البعض شبه هذا السينودوس الشرق بالسينودوس من أجل لبنان وقال أنه في الحالتين لم يتمكن من توقيف أي نزف على هذا الصعيد ربما ولكن لا ينتظر من السينودوس أن يأخذ مواقف تغير في الوضع بطريقة جزرية فليس لديه وسائل وليس هو كالدول التي لها وسائل حربية ولكن تأخذ الأمور بتؤدى وتوجه النصائح اللازمة لكي يبقى المسيحيون فيه ولكن لا أحد يطلب من المسيحيين أن يظلوا في أماكنهم وهم يتعرضون للقتل والضرب واللهدم المشكلة برأيكم سيدنا هي في الأصوليات الأصوليات المتزمتة المتعصبة أم في تركيبات بعض الدول أيضا فالأصوليات تدعب دورا كبيرا في هذا الشأن وبحسب الدول فهناك دولا تغمض العين عن ذلك وهي إن لم نقل أنها تحض المشاغبين على القيام بشربهم إنما تسقطوا عنهم هل أنتم متخوفون من نوع من أنواع التقسيم الجغرافي الأقوى لمنطقة الشرق انطلاقا من اعتبارات إثنية عرقية طائفية مذهبية هل تعتبرون أن هذه هي المؤامرة الحقيقية للشرق والعرب على كل لم تظهر بوادر ما تقولون في هذا الأمر فالمسيحيون هم موجودون في مختلف الدول الشرقية وهم يعيشون مثل السيوعهم إلا بعض الدول التي تستهدفهم ربما ولكن حتى اليوم لم يظهر أن هناك سعي إلى التفرق بينهم وبين غيرهم من الناس الملاحظة هنا في هذا الإطار أن الحضور المسيحية ينحصر يوما بعد يوم فيما يتعلق بكل دول الشرق هل تتخوفون من يوم يصبح فيه الشرق من دون مسيحيين ربما هذا علم الله ولكن إذا أخذنا بعان الاعتبار عدد الأولاد في العائلة الواحدة فالعائلة المسيحية لها ثلاثة أو أربعة أولاد إذا كانوا يعد ذلك كثيرا ولكن العائلة المسيحية هناك العائلة الإسلامية هناك تعد الزوجات وأولاد كثيرا ربما كان للعائلة عشرة أو خمسة عشر ولدها وهذا هو الفرق طب سيدنا تحدثت طبعا هنا تحدثنا عن موضوع السينودوس لكن ما هي مسؤولية الكنائس الشرقية الكثيرة هل تعتبرون أن الكنائس الشرقية تمارس الدور المطلوب منها على هذا الصعيد في سبيل تثبيت المسيحيين الشرقيين والمشرقيين في هذه المنطقة من العالم الكنيسة تحاول وما لديها من وسائل لا أسمح لها بأن تساعد على الطريقة المعروفة أن تمول وفي لبنان تساعد أيضا وهي تحاول أن تبني بيوتا للعائلات التي لا سهلها بيت وتحاول قدر لم كان أن تجد عملا للذين لا عمل لهم ولكن في بلدان الشرق لا أدري إذا ما كان وهناك طبعا دول يذهبوا إليها المسيحيون ويجدون عملا فهذا الوضع يختلف باختلاف كل بلد ما هي مسؤولية المسلمين في هذا المجال وهل تعتبر أن المسلمين يلعبون الدور أيضا المطلوب منهم لا يمكننا أن نعمم ولكن المسلمين من بينهم من يقوم بالدور المطلوب منهم ومن بينهم من يتغاضى عن هذا الدور وهذا يعود إلى البلد الذي يعيشون فيه هذه أسئلة سريعة في النهاية متى سيتقاعد البطياركسفير؟ البعض يقول أن الفترة طالت بالنسبة إلى الولاية والبعض ربما ساهم أو يساهم في هذا الأمر متى ستتقاعد سيدنا؟ ستتقاعد عندما يدعون الله إلى التقاعد يعني هل أنت مصمم على إكمال ولايتك إلى اليوم الأخير؟ لا أسمى من باب المحظوم عن هذا ولكن عندما يدعون الله إلى أن أعتزل فأعتزل هل صحيح أن الفاتيكون تدخل في فترة معينة حول هذا الموضوع؟ أم أن كل ما قيل هو مجدد إشاعات على هذا الصحيح؟ لم يتدخل الفاتيكون لكانت تغير الأمر لم يتدخل أبدا؟ لم يتدخل لم تكن هناك أي إحاءات؟ لا لأنه قيل الكثير عن الزيارة الأخيرة لكم إلى الفاتيكون وأنها ملتبطة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع كل زيارة نقوم بها يقال فيها الكثير طب سيدنا نحن على طبعا عتبة الميلاد المجيد ما هي كلمتكم الأخيرة إلى اللبنانيين عموما وإلى المسيحيين خصوصا؟ للمسيحيين وللبنانيين على وجه الإجمال ميلادا سعيدا إن شاء الله يكون هذا الميلاد موسم خير وبركة لجميع اللبنانيين ونحن طبعا بدنا نشكرك لأنك استقبلت الأم تيفي في هذا الزمن الميلادي المقدس وعطيتنا من وقتك يعني وكمان نتمنى لإلك في هذا العيد المزيد من الصحة المزيد من التقلق والمزيد من العناد في الحق في سبيل خدمة لبنانيين نحن نشكركم ونشكر البذل الذي تبذلونه في سبيل بدل لبنانيين بالخبر الصحيح شكرا لك سيدنا أيضا بدي أشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بموضوعي طبعا لقاءنا يتجدد الأثنين المقبل تصبحون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة